من قبيل الإعلام وليس من قبيل التأثير على الرأي العام ولا من قبيل أن إحنا نشوف الصورة صودة ولا نركز بس على السلبي الحمد لله إحنا في هذا المنبر يعني نبحث وراء كل ما هو إيجابي ونؤكد أن الوطن يبتسم بمستقبل ظاهر على كل المستويات وكل الأسعاد لكن لازم نقول لحضراتكم بما أننا بنناقش ملف العنف في المجتمع عن منطقة دار السلام القريبة من المعادي شهدت وقعة مؤسفة أقدم شاب فيها على قتل شاب آخر بالسطور بوسط الشارع في مشهد متشابه إلى حد كبير مع مشهد قتل الشهيد كيرولوس في الحواويش من حوالي عشر تيام اللي هو القاتل بتاعه اسمه عبدالله نهرو واللي أحيل بالفعل لمحكمة الجنيات بتهمة القتل العمد مع سبق الإسرار والترصد تلقى قسم شرطة دار السلام اختار من شرطة النجدة بنشوب مشجرة وسقوط قتيل بأحد شوارع منطقة دار السلام انتقلت على الفور أجهزة الأمن المشجرة كانت بسبب خلافات بينهم قام على أثارها المتهم بإحضار سطور وانهال على المجني عليه حتى قتله ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على المتهم جاري مناقشته للوقوف على ملابسات الوقع وتحرر المحضر اللازم واخترت النيابة العامة للتحقيق طبعا مع تقدم سير معرفة المعلومات هنعرف التفاصيل وهنعرف هل الأهالي اللي تجمعوا زي الحوادث اللي فاتت لأن منطقة دار السلام منطقة مقتزة وكلهم عارفين بعض طبعا فيها بيسكن عدد من المتطرفين من زمان جدا ومازالوا يمكن بعضهم مستتر لكن مازالوا موجودين في البساتين في دار السلام في مدينة السلام في اسكندرية ليهم أماكن كده محددة يعني بيجيبوا بعض فيها حتى لو كانوا لسه مش كاشفين عن وجههم الحقيقي اشتركوا في القناة